ظلت فتاة سنة كاملة تصوم يوما وتفطر يوما وكانت في نفس الوقت تجتهد في العبادة تقوم الليل تصلي وتقرأ القرآن وتدعو الله بأن تكون زوجة لابن عمها الشاب الصالح الخلوق ولكن مع قرب انتهاء العام أصابتها صدمة كبيرة عندما خطب ابن عمها فتاة أخرى حزنت الفتاة وتركت الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن وكرهت حالها واستسلمت لوساوس الشيطان فأصبح الهم يلازمها طوال اليوم فاتصلت بشيخ صالح من أشهر الدعاء وحكت له قصتها ثم سألته لماذا حدث لي كل هذا التغير ووصلت لما أنا فيه فابتسم الشيخ وقال لها من كلامك علمت بحفظك للقرآن فتذكري معي سورة الحج الآية رقم 11 وفيها مشكلتك والحل لها فالله يقول فيها ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ومعنى حرف يا بنيتي أي شرط لقد كنت تعبدين الله فقط لكي يحقق لك ما تريدين وعندما لم يتحقق لك كان اليأس والبعد عن الله وأنصحك بالعودة للصلاة والصيام والقيام بإخلاص فقط لإرضاء خالقك وعندها سوف يرضيك بما تحبين بكت الفتاة كثيرا واستغفرت ربها وعادت لحسن العبادة كما كانت ولكن بإخلاص لله وحده ونسيت تماما ابن عمها وبعد شهر واحد فوجئت بابن عمها يأتي مع أهله ويتقدم لخضتها بعد أن ترك خطيبته الأولى التي كان والده قد اختارها له من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وبعد شهر واحد فوجئت بابن عمها يأتي مع أهله ويتقدم لخضتها بعد أن ترك خطيبته الأولى التي كان والده قد اختارها له وكان قد تركها بسبب تعلقها بالمظاهر الدنيوية والسهر أمام التلفاز والاستماع للأغاني فرحت الفتاة كثيرا بعد أن تأكدت أنها أخلصت عبادتها لله عز وجل وأنه سبحانه تقبل منها فقالت وهي في سعادة كبيرة صدقت يا رسول الله يا من قلت إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون رجل صيني مسلم تزوج من امرأة صينية غير مسلمة وأنجم منها طفلة مسلمة كان والدها منذ صغرها يحكي لها عن الإسلام والقرآن وعن بعض مواقف وأخلاق نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأحبت الطفلة الإسلام وتعلمت من أبيها الوضوء والصلاة وعرفت أيضا الكثير عن الصوم والحج والزكاة والصدقات والعديد من العبادات والمعاملات وعندما بلغت السابعة من عمرها قام والدها بتطليق أمها بسبب الخلاف بينهما في العبادات وتعص بالأم كثيرا لطقوسها ومع ذلك ظلت الطفلة محتفظة بإسلامها رغم إقامتها مع أمها البوذية ومنضت الأيام وحان قدوم عيد الفطر المبارك فطلبت هذه الطفلة من مدرستها الموافقة لها على إجازة كي تحتفل مع المسلمين بعيد الفطر وقد وافقت لها إدارة المدرسة على تلك الإجازة فاستيقظت يوم العيد مبكرا وأخذت تبحث عن مسجد لتحتفل فيه مع المسلمين وتصلي صلاة العيد ولكنها للأسف تاهت في الطريق ولم تعثر على أي مسجد وظلت المسكينة تائهة وتنتقل من شارع إلى شارع حتى أذن الظهر عندما أخبرها بعض الناس عن مسجد بالقرب من هذه المنطقة المتواجدة فيها فظلت تسير حتى وصلت إلى المسجد وبداخله أخذت تحكي للمسلمين حكايتها فتعاطفوا معها كثيرا وفوجئوا بها تخرج بعض العملات المعدنية الزهيدة لتتبرع بها لفقراء المسلمين وأخبرتهم بأنها تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحب الإسلام والمسلمين وأنها وفرت هذا المبلغ بعدما سامعت أن هناك الكثير من المسلمين مضطهدين ومظلومين فأرادت أن تساعدهم ولكنها لم تستطع غير توفير هذا المبلغ القليل من مصروفها كل من بالمسجد قاموا بتحيتها وتكريمها وقد حملوا معهم الكثير من الهدايا والملابس والحلوى قاموا بشرائها تكريما لها وقضت وقتا جميلا معهم اعتبرتهم من أسعد الأوقات التي مضت عليها طوال حياتها وعندما شاهدت أمها مدى حب المسلمين لابنتها واحتفالهم بها فكرت كثيرا في الإسلام وبدأت تقرأ وتعرف الكثير عنه وبمساعدة ابنتها لها نطقت بالشهادتين وأشهرت إسلامها وبعدها مباشرة وجدت قلبها يحن لوالد ابنتها الذي عانى الكثير منها فاتصلت به وبشرته بخبر إسلامها وأنها تعتذر له عن كل ما بدر منها وقالت له لقد قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة فأرجو أن تقبل اعتذاري وتعود إلينا أنا وابنتك قبل الزوج اعتذارها وعاد إليها وأعادها إلى عصمته وكم كانت سعادة ابنتهم التي وجدت الإسلام يشغل كل ركن في بيتهم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير